ده مسلسل حياتي الرائعة ودي حياتي الرائعة الشهيرة بشبنم وهي امرأة كثيرة الجمال بنيت الشعر خفيفة الوزن قللت الكلام والأصل برضو بتشتغل طالبة كل شوية تطلب من أونر جزها يشتري لها حاجة مرة عربية مرة فستان مرة خاتم مرة دهب مرة عربية تاني مرة عربية تالت أصلها مرة حلوة وفي يوم بيروح لها أونر وبيقول لها حبيبتي وليلي بصراح أنت تجوزتيني عشان فلوسي صح أصلا شكك أنك مش بتحبيني قالت له يا راجل فلوس إيه بس الكلام ده وبعدنا يعني متجوزك عشان فلوسك وإنت مش متجوزني عشان شكلي متجوزني يعني عشان حبتني وشايف فيها مرأة نافعة قالها آه قالت له الشرع اللي وراه قالها بس يا حبيبتي الفلوس مش كل حاجة وعمرها ما تشتري أصول قالت له لا عادي يا حبيبي إحنا كده كده هنشتري البيت اللي جنبنا بتاع جرتنا حزنخة دي أكيد ريحة مرأة ابني فشبنم بترد عليها ببرد وبتقول لها جرائية حماية وانت بتكرهيني ليه غيرانا عشان شكلي الجميل اللي أحلى منك ولا عشان وسط الحكاية لما نحوط بالبراية ولا عشان ابنك بيحبنا كتر منك فحمتها غارت كده وقالت لها بقولك إيه على فكرة انت فهمها غلط هغير منك إيه مكلاحة أنت بعدين لعلمك الحكمة بتقول إن الدهن في العتائي والشباب لهم الباقي بعدين أنا كنت زمان حلوة وأمورة وسنيورة زيك فشبنم قالت لها وبعدين حصل إيه فقالت لها الدولار بقى ب 31 جنيه بتسحى شبنم في يوم من النوم وبتبقى زيقانة وحاسة بالملل وبتقول أنا زيقانة كده وحاسة ننقصني حاجة فهم واحد ماشي جنبها عكسها وقال حصانة فقالت أيوة حصانة أنا قرار ترشح نفسي في مجلس الشعب إيه الأوفر ده قصدي رئيس الجامعة النسائية وبدأت بقى الصحافة تكتب إن شبنم هترشح نفسها رئيسة اتحاد الجامعة النسائية ولما بيسألوها عن شعر حملتها الانتخابية بتقولهم إن من حق كل واحدة إن وستها يبقى مظبوطة على الوحدة وبتيجي بقى الصحافة والتلفزيون والميديا والاتحاد الاشتراكي والبيت الأبيض عشان يسمعوا قصة نجاح شبنم وزي قدر تزبط جسمها عشان هو السبب في كل في دلوقتي فشبنم بتقولهم يا يا صحافة تعالي أحكي لكم قصة حياتي وبنرجع بالزمن وبنشوف شبنم وهي صغيرة إيه ده؟ مين ده؟ مش ده عبد ومانجة بتعمدينة السلام؟ بتفتكر شبنم مع نفسها ذكرياتها زمان لما كانت دبان بيتزحل على قريتها وبنكتشف إنها زمان كان حالتها صعبة لدرجة إنها كان عندها حسنة جوحة واجبها إيه ده؟ دي بتتحرك وبتفوق من ذكرياتها وبتحكي للصحافة وبتقول أنا كنت أحلى واحدة في شليتي في المدرسة اللي كانت بتتكون من أنا بس فبيسألها الصحفيين وبيقولولها كلمينا بقى عن معاملة أم كليكي زمان فشبنم بتقولهم يا يا صحافة وبترجع بذكرياتها وبنكتشف إن أمها كانت بتعملها أحلى معاملة هي بس كانت ساعات بتقسي عليها عشان مصلحتها وبترفض تحط رجل بنتها عشان الشنب بتاع ما يبصش وبتقول لها غري من وشي كده وانت شابها بو دقيق مع أن البنت يا صغيرة برضو حلوة والله مش عارف بيتعاملوا معا في المسلسل إنها وحشة ليه فبيسألها الصحفيين وبيقولولها كلمينا بقى عن أيام دراستك فشبنم بتقولهم يا يا صحافة ده أنا أيام المدرسة كنت خلص المدرسة من هنا وبعدها روحها هتم بنفسي من هنا لدرجة إنهم كانوا مسميني شبنم كويتش فبيقول لها صحف أنت كنت شغالة في الكويتش يعني ولا إيه فبتتخض كده وبتبقى عايزة تسأله وعرف منين لكنها بتتمسك كده وبتقول له لا يستن تفاهم غلط أنا كانوا مسميني شبنم كويتش عشان طرية وبنرجع بالزمن بقى الأيام ما بو دقيق كانت شغالة بتمسح بيوت عشان تقدر تصرف على نفسها وفي يوم وهي ما خلص الشفت بتاعها بتروح بيت من البيوت اللي بتشتغل فيه فبتلاقي الأرض كلها دم فبتقول يا بوي كل ده عصير فراولة ممكن ألحظه باللساني من على الأرض عشان عمري ما دوقته قبل كده فالها بطلي أعرف بقى أنت بتقول إيه وبتكتشف شبن من صلاح الدين اللي شغال عنده يبقى قتل قتلة وبيحب قتل ضيوفه في الصلاة عشان بحري وبيقولها المساعد بتاعه هتعرف تمسحه قالت له أمسح طب وهتعرف تخفي قصر الدم قالت له أخفي مش عايز أي قصر قالت له اندصر بس أنا بقى هتعرف تدفع قال لها أدفع وبتتحول دي بقى شغلان تبودئي أي قتلة قتل في البيت تخفي قصر الدم ودي حاجة محتاجة موهبة نظرة طبعا خصوصا أن صلاح الدين ما يحللوش القتل غير في الصالة بتجمع شبن من فلوس من عمليات المسح وبتعملها بتاع 30-40 ألف دولار وبتروح للمستشفى عشان تقولهم لو سمحت ممكن أستحمى وبتدخل العمليات وبتعمل العملية وبتفوق الشاش وهب إيه ده دي مش عملي التجميل ده فيلم فيس أوف الجزء التاني وزي ما انتو شايفين ده إعلان العمليات التجميل في تركيا اسرف على المدام تبقى شبنام وبنرجع للحاضر بقى بعد ما شبنام افتكرت كل الحاجات دي وبتقولهم يا يا صحافة عارفين أهم حاجة كانت في حاتي إيه المصدقية وبتعدي عليها حماتها كده وببصلها بقرف وبتقول لها أحب أفكرك الدهن في العتائي والشباب أخدوا البيئي ده بقى نيازي زمان كان بيتحرش بشبنام مزي ما انتفاكر لأن شبنام زمان كانت أكتر حاجة مغرية فيها مصروفها فكان بيسرقوا ويما كانت رايحة تعمل عملية تجميل كان عايزة تحرش بيها مزي ما انتفاكر برضو ده كان يسرق فلوس العملية لكن شبنام قدرت تهرب منه بعد ما ضربته بالمطوى في حتة حساسة مزي ما انتفاكر لأن ده مش راجل أساسا هي بس سببت له أعقف رجليه وتسجل نيازي وطلع من السجن بعدها وشاف مجلة لقرفيها صورة شبنام بعد عملية التجميل فقال إيه ده ده شكله مش طبيعي وابتدى يشك إن اللي في الصورة دي شبنام بسبب زكائه مزي ما انتفاكر هو المخرج بس كان مرسي على كل حاجة وقام غمض عينه كده عشان يتخيل هل هي شبنام بتاعت زمان ولا لا وأول ما فتكر شكله وقع على الأرض وجاله صرع وبيقدر يجيب عنوانها وبيروح لها عند مدرسة ابنها وبياخد طاره منها وقام دبابها بالمطوى في رجليها وتأكد ساعتها إنها شبنام لما لقاها بتنزف سيليكون بيقابل نيازي شبنام تاني وبيطلب منها إنها تجيب له كل شهر شنطة مليانة فلوس وإلي هيقول له جزها إنه متجاوز نيكلوس كيج لكنها بتتعصب عليه وبتقتله وبتخطف جسيته وبتدفنها في جننت البيت وبتخفي أسر الجريمة بتقابل شبنام حماتها في الحفلة بتاعت شيرة البيت الجديد فببص لها حماتها من فوق لتحت كده خصوصا إنها تحرت عنها وقارفع حقيقتها بتاعت زمان وقارفع كل اللي عملته فبتقولها شبنام حماتي اعترفي أنت بتكراهيني وبتغيري مني صح وبعدين إلي أنت لابسها داعيب على سنك يا ولية فحمتها بصت لها بدأناها دي وقالت لها حبيبتي أنت فاكرة أن أنا غيرانا منك قالت لها آه غيرانا مني فحمتها قالت لها ربما بس أنت فاكرة أن غيرتي دي معناها أنك حلوة فقالت لها آه أنا حلوة فحمتها قالت لها ربما بس أنت فاكرة أن حلوتك دي مخلي يا ابني بيحبك ونسيني فقالت لها اه ابنك بيحبني ونسيكي فحمتها قالت لها ربما بس انت فاكر العيادة اللي عملتي في عملية التجميل فشبنم قالت لها اه فاكرها فحمتها قالت لها هاتي رقم حجز معهم عدو النبي بتقرر الشرطة تبحث عن سبب اختفاء نيازي لانه شخص مهم جدا في المجتمع ومن غيره البنات ممكن يعيشوا في امان عادي فبيلاق الضابط مسعود في عربية نيازي صورة شبنم وهي عاملة كده فبيبص للصورة كده وبيقول اكيد الست دي وراها حاجة فيا المزيميله وبيسأله انت شاكك فيها ولا ايه فقاله لأ بحكا الصراحة وبيروح لها الضابط مسعود البيت واول ما بتشوفه بتتخضه وبتقوله ليه كده بس يا بس يوني ده انا اتغيرت عشانك وبيفضل مسعود يرغي ويلكف اي حاجة عشان ما عندوش حاجة يقولها اساسا فبتقوله ما تنجز يا عم انت عايزي عندك حاجة تتقال قول فقال لها انت عارف يا ست شبنم ان عثمان احمد عثمان هو مؤسس الدولة العثمانية قالت له يا سلام قالها او والله وحيتك يا شيب يااختي فعلا الاسم شيب والجسم شيب وقبل ما يكمل هابد بيجي اونر جز شبنم عشان يشوف الود عايزي فبيوريه مسعود صورة يلمز وبيسأله اذا كان شافه قبل كده او ليه علاقة به زي ان نيازي كان شغال عنده مثلا فاول ما اونر بياخد تليفون مسعود وبيشوف شكل نيازي بيتخض وبيقوله الحق فمسعود قاله ايه تعرفه فاونر قاله لا موبايلة 5% بيقرر مسعود انه يكمل تحري عن شيب نم ويطلع المدرسة اللي هي بتقول انها درست فيها فبيلاقي نفسه في لوكيشن تصير مسلسل ايليت وبيقابل الموظفة اللي هناك وبيقولها عايز اعرف اي حاجة عن ملف شيب نم فبيتدور الموظفة وبتلاقي الملف بتاعها بس من غير الصورة فبيروحوا يدوروا في الملفات الورقية فبيلاقي الملف من غير صورة فبيقابلوا مدرس قديم في المدرسة بيبصوا على صورتها الجديدة فبيقول لا مش دي شيب نم اللي انا عرفها فبيدور في الصورة الجامعية بتاعت الطالبة مش بيلاقي صورة ليها فبيحس انه قرب للحقيقة وبيفكر كده وبيقول معقولة شيب نم كانت مهملة في دراستها بيرجع اونر جز شيب نم من رحلته لنيويورك فبتستقبلوا مراته في المطار وبتقول حبيبي يا ابو عيالي وبتستغرب لما بتلاقي جوزها مش لابس الدبلة بتاعت جوازهم فبتقولوا فين الدبلة قال لها دبلة ايه احترمي نفسك قالت له خاتم جوازنا يا حبيب امك فقال لها خاتم اه 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 شفت صحيح مش وانا في نيويورك اكتشفت حاجة مهمة جدا ان خاتم الجواز بيتلبس في الايد الشمال وانا ايدي الاتنين يمين فللاسف ما عرفتش يلبسه وبنكتشف ان اونر بيخون الامر دي مع الامر دي بيقدر مسعود انه يقتحم عربية شيب نم وبيقلب فيها فبيقول ايه ده معقولة العربية بتاعمل مساج وبيتتبع خط سير شيب نم المتسجل على العربية فبيعرف انها كانت في منطقة الخان القديم وهو نفس المكان اللي لقوا فيه عربية نياز المفقود فبيفكر مسعود في شيب نم وبيقول محيرة بس جمدة وان شاء الله لو الفيديو ده ما تشلش كوبيرايت هنبقى نعملكم ملخص الجزء التاني ما تنسوش تعملوا فلو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة سلام